السلام عليكم السلام عليكم أينما كنتم نضع حالكاتنا النهاردة واحد اسمه بيرسي سبينسر الراجل ده مهندس وفي زارة الدفاع وعاديين نطوره الردارات عاوز يعني يحدث الردار ويطوره فالمهم هو واعد وشغال عادي في المعمل بتاعه دخل بقى في معمل التطوير هو راجل مهندس وفي زيائي عظيم يعني اللي هو بيرسي سبينسر المهم يعني قاعد وشغال والامور معاه تمام ومية مية انا بقل حتة الشوكولاتة لان دي جابت لنا قزة بس انا كقولها الاول الراجل مهند معاه الشوكولاتة في جيبه عشان هو اشغال لو جع ولا حاجة يعني اه يصبر نفسه وهو بيصبر نفسه بقى الشوكولاتة في جيبه دي ساحة الراجل الجنن ازيها الشوكولاتة تسيح ونقعد في معمل ومكيف والدنيا بالنسبالي عشرة ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى وكان قاعد قدام صمام كهربي اواف قدام صمام كهربي الصمام الكهربي ده بعت موجات كهرومهنطسية سيحة الشوكولاتة في جيبه طيب لما سيحة الشوكولاتة في جيبه بقى الراجل الجنن وقال لك اللي لازم اعرف فيه ايه وادرسها وازاي وإيه اللي حصل وازاي الموجة انتقلت قصة كبيرة دي المهم اعمل ايه بقى؟ لان الصمام ده بيبعت موجات قصيرة اسمها مايكرو ويف طب انت عملت الفيلم اللي انت عملهنه ده عشان تقولك ايه؟ عشان اقولك جهاز سوادي السواد اللي هو المايكرو ويف اللي هو موضوع حلقاتنا النهاردة التلوث التكنولوجي اللي اوروبا كل سنة الاف الابحاث معمولة عن التلوث التكنولوجي بدايته حتة شوكولاتة ملهاش لازمة عملنا مايكرو ويف واول ما اتعمل مكانش موجود الا في المطارات والفنادق 8000 دولار انت بتكلم من 50-60 سنة مثلا ولا 70 سنة 5000 دولار ده مبلغ رهيب جدا وعند علية القوم وتخش بقى قد الدولاب طبعا بقى الدنيا تطورت والتكنولوجيا عامات تطور وتتحدث والامور واحدة بناخد التكنولوجيا بنروح لستعملها بدون علم عشان كده قلنا التلوث التكنولوجيا تعا بقى اكلمنا ايه المايكرو ويف الجهاز المؤذي هو موضوع حلقاتنا التلوث وبعين اقولك ايه تبطاقي نفسك ازاي الجهاز اللي مش لقي له اي حاجة يقينة بيها هو الجهاز الزفت المايكرو ويف ده واسف ما الالفاظ ديت انا عاوز الناس ما تستعملوش للأسف الناس لحد يومون هذا اي عروسة تتجهز تروح تجيب فرن مايكرو ويف وبقى وجاهة يعني الجهاز نفسه بقى وجاهة ان انا جايب مايكرو ويف ده انا هقولك هقولك بلاوي دلوقت طيب تعانا اخدها بس كده ايه واحدة واحدة هو بيسخن ازاي احنا هنمشى بقى بلدي وعلمي لان للأسف الدكتور ماجد نازيه ده رئيس وحدة التسقيف الغذائي بالمعهد القوم للتغذير الراجل ده بيقول الكلام معلمات لله يعني ولا هو شغال ولا بيقبض من حد برا ولا في حاجة بتجيله ما فيش بيزنس جايله هو بيقول المعلومة البزنس بتاعه من عند ربنا هتلاقي فيه ناس كتير جدا تقولك ده جهاز ممتاز ومية مية وازاي وعملة تقولك ان هو مفيد مفيد اعرف بقى مليون في المية انا نجيب لك ابحاس وطرق وجاي منين وحتى كمان في امريكا حتى كمان هم الوقت بيبنعوا ايه يعني عاوز اعرف انت انت ليه بتقول كويس يعني عاوز افهم يعني الراجل ده مالوش اي مكسب ولا بياخد اي حاجة هو مكسبه من عند ربنا سبحانه وتعالى زي حالاتنا كده على باب الله عزين يقول للناس الغلابة اللي ما عندهش معلومة تخلي بالها من حاجة زيك طب تعالنا اخدها واحد واحد لشوات علم كده والبتاع ده بيسخن ازاي لان انت لما تفهم تقوم تعرف البيكرويف دي موجات قصيرة ده بيجي يسكن الحاجات اللي فيها هيدروجين بس او بالبنة دي الحاجات اللي فيها مية المية فيها هيدروجين واكشوجين طب بيسخن ازاي عازين نفهم يعني بيمسك ذرة الهيدروجين بيرجها يقعد يهزها كده تخيل الهزة دي يعني كده وكده هزة بيهزها كده اتنين ونص مليار هزة في الثانية فطبعا بتجيب ولعة فبتسخن سخنية رهيبة جدا عشان كده تلاقي المكرويف بيلف يبقى هو بيسخن باشعاع انت بتاكل اكل مشاع بتاكل مشاع وعملنا الكلام ده يقولنا الاشعاع ودي حادسة حصلت مية حلفة حت الجهاز قد اللبانة كده يعني الناس بتقس في الارض في نسيته واحد برضه فلاح على باب الله شاف الجهاز فرح بيه خده وقالك انا مش اقول لحد ما عندوش علم راح حط في الدلاب بتاعه فقط النوم طب ده عمل ايه بقى سيح ايد ابنه الراجل مات جاله امراض ما حدش لقيلها عليك وست حامل يعني باتت ويعني حاجات فضيئة انا مش عاوز احكى فيها بس بقولك اللي ما عندوش علم بيلبس في الحيطة اللي ما عندوش علم بيلبس في الحيطة انا بقى هديك بقى العلم يعني ما فيهش حد بقى يروح للجهاز ده بقى ومعليش يعني الشركات اللي بتصنع اقل ما فيها يعني حاجة زي كده ببلاش منها بقى حاجة بتضر الناس بقى وانت هتقع يعني انت تستفيد ماديا وتروح تضر الناس والناس مش عارفة نخدها واحدة واحدة يبقى هو بيسقن الحاجات اللي فيها هيدروجين بيراجرك زرة الهيدروجين اتنين ونص مليار هيرتز يعني اتنين ونص مليار هزة في الثانية عشان كده تلاقي انت القعدة بتاعته بيلف بيلف ليه؟ عشان الموجات تقعد بقى يتسخن في ده كله فتخرج انت بقى ايه؟ طبعا انت حطت بقى ثلاثة اربعة دقايقية اوعى بقى والدنيا بالنسبة لك جميلة وهناكل اكل جميل وسخدت بسرعة تكنولوجيا يعمل حاجة ده غلط نجيب لك واحدة واحدة بقى يبقى الدكتور مجد نازية رئيس وحدة التسكيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ده راجل مسئول واي حد بيتكلم معاه يقوله تعالى نروح نروح للحكومة نروح من المعهد نحلل ونشوف لو هو صح ايقولك صح ولو هو غلط ايقولك غلط الراجل بيقولك جاي الكلام ده طب في حد تاني عمل بحث عن حاجة زي كده وعندنا في مصر انا اسف زي كنت متشد شوية بس متدايق زعلان عليكم طيب في دكتور بقى اسموية بقى اسو رضوان فرج ده في جامعة القايرة طيب الراجل ده عمل ايه؟ قالك تعالى ما نشوف الاكل ما نحطه في المايكرويف ونشوف دنيته ايه؟ طيب لو قالك لما تسخن الاكل ثانيتين في المايكرويف بينتج جزيئات طعام عفن تخيل انت بقى كده يعني تاكل اكل كمان معفن يعني الناس لازم يبقى عندها علم تمشي بيه مش ماشي هي كده طيب ضيف ليتها تاني سيدة في امريكا سوان يا جماعة الفيديو سواني السيدة في امريكا يعني راح تزور واحدة صاحبتها بتاعمل عملية فكيس دم هيجلومين دم كده كيس هيتنقل لها الدكتور جاي يا جماعة خلوا كيس ده بس كده تحت البطانية شوية يعني ياخد درجة الحرق ويدفى شوية انه كان محفوظ السيدة بقى مش عارفة العلم ده قلت لك يا عم سانية ايه عم يعني ناخدنا شوية ليه هو قد كيس الدم ده ويديله ثانيتين في المايكرو ويف هي عملت كده ويدعته فعلا ثانيتين وراح تحطها تاني جانب البطانية طبعا الدكتور ما يعرفش جيتنا قال لها الدم بقى السيدة المريضة راح تتوفت بسبب ايه بسبب المايكرو ويف لانه لقى الترددات اثنين ونص مليار هيرتز نشوف بقى الفيديو جماعة يعني متحمسين معانا في الكنترول اوريكوا بقى الفيديو في امريكا بينابا عنه والاشعاع اللي طالع منه يساقز بقى الكنترول يجابينا اول فيديو عن المايكرو ويف فاضل الكنترول موضع بقى الفيديو وشيه صباح بقى الفيديو ونشيه سيكون جدًا لو جديد المطلوبة لانه آخر انا نشيه بقى الفيديو ويشيه بقى الفيديو تحطن كيما لا يتغبط ويشيه صباح في اسمه لذلك يجب أن تظهر أن هذا النساء لا يمكن أن تساعد الميكرويف وهي يجب أن تظهر الميكرويف في الداخل لا يمكن أن تساعد الميكرويف ليس كثيراً، لكنه يجب أن يكون أفضل من أن تأخذ المزيد على قطة المزيدة لأيك براء مات طيب، وأنا كنت أعزل على أن أقولكم عليه ده أبسط مثال تعرف الميكرويف اللي عندك في البيت آمن ولا غير آمن ده مثال بسيط جداً، أعجب لكم أنه جهاز نيز بالإشعال يطلع منه دلوقت طيب، هو إيه ده؟ جاب موبايل وحط جوهر الميكرويف واقف هو برة كده بيرنع الموبايل لجوهر الميكرويف المفروض الموجات اللي طالعاً موبايل اللي بتصد بيه ما تروحش بقى للموبايل لجوهر الميكرويف طيب رحط له يبقى إذن بقى الجهاز بيشاعر بقى إيه؟ موجات كهرومغناطيسية اللي هي موضوع حلقاتنا التلوث الكهرومغناطيسي أو التلوث التكنولوجي طيب، لو أنت عندك بقى الكلام ده وبيحصل يبقى هو شغال هيئذيكي يعني أنا عشان أقف جنبه وبيسخل الأكل عشان أكون في أمان لازم أبدأ عنه ثلاثة متر يا عم، أنت بتتكلم الكلام ده طبيعي وعلمي ولا لأ؟ لأن الأسف فيه ناس عامر تقول لك ما بيعملش حاجة، ده كويس جداً قال لك يا ما بيعملش حاجة وكويس جداً أنا ما ليش مصلحة أن أنت ما تستخدموش مش ببيع منتج تاني هقول لك روح حياته وما تجيبش ده أنا ما ليش مصلحة اللي هيئة اللي معلومة لوجه الله زي الدكتور ماجد نازيه بالزبط يعني هو كويس أقول لك يستخدموه لو وحش هقول لك ما تستخدموش هادي القصة كلها طيب إذبت لنا بقى بالبلة دي بقى كده عاوزين جهاز يخش ونشوف الجهاز ونشوف هو فعلاً يعني آمن سيف ولا أنسيف نستعزب بقى كنترول يحضر لنا الفيديو التاني اللي هو فيديو المايكرويف والقياس بتاعهم معايا يا جماعة طيب على ما يجهزوا يجهزين بالفيديو التاني طيب على ما يجهزوا الفيديو طيب نخش على الفيديو التاني اتفضل اتفضل اول شي انا راح اجرب على جهاز الفرن المايكرويف اللي هو المفروض اثناء تشغيله ما يعبر مجال فهر مغناطيسي لخارج المطبخ بس بعد التجربة اثبت انه اقل مجال مغناطيسي ليعبر للخارج خلي نشغله ونبحث لاحظ موجود مجال وفول مثل ما ذا نشوف راح احاول ابتعد الثاني ابتعد تقريبا مسافة نص متر وبعد اثناء اشارة ابتعل مسافة اكثر يعني الاشارة توقفت على مسافة متر ثين او متر ثين وشوية نقترب منه حالك اشارة ضارة يعني كمعلومة عامة لما تستخدم المايكرويف حاول تكون بعيد عنها حتى تتجنب الاشارة الكهراموراطيسية الضارة طيب شفت يعني عشان هو شغال اب انا ابعد عنه ثلاثة متر انت متشد ليه كده وعملت قولينا عن ماكرويف يعني فيه سيدة لسه مثلا والدة والرديع جنبها وتلاقي الدكتور حاطت جنبه ماكرويف يعني عاوزة تجهز له رضعة او تجهز له يعني مغاد اي حاجة فطمون جاية بشاطمية حاطقهم في المايكرويف طيب الطفل نفسه تردده بيبقى من كامل اللي هو لسه مولود ده ده من نص هيرتز لاربعة هيرتز طيب انت بقى جيت روح ترزعه اتنين ونص مليار هيرتز انت عاوز الطفل يبقى عامل ازاي طيب الانسان العادي اللي هو في الوضع العادي يعني بيبقى من سبعة لخمستاشر هيرتز التردد بتاعه لما يبقى مهايبر قوي بيبقى اربعين هيرتز انت بقى بتلاقي اجهزة نتجالك اتنين ونص مليار طيب الوضع هيكون ايه بقى طيب احنا يعني ايه مش عايزين نخوط فيه عايزين نيجي للحاجات اللي هو التعامل البلد بتاعنا اللي الناس بيش وغدها دليقاه شوية انما الحاجات دي مهمة جدا وهنجلها طيب ما تقول لنا بقى الاضرار بتاعه بقى كده ايه المايكرويف او هيعمل ايه بقى للبحث العلم اللي احنا عاملينه دوت بص طعام الناتج على المايكرويف ده بيزيد معدل الكوليسترول بينخفض معدل هاجلومين في الدم اللي هي الانيميا كرات الدم البيضاء بتنخفض بيبقى فيه اصداع امراض العين تقليل هرمولات الزكورة والانوسة من الحاجات المهمة جدا ضعف الزكرة وضعف الزكرة الوقتي يعني ممكن تيكلم واحد وهو بيكلمك مفيش سنيتين تحت لك وحنا كنا بنقول ايه؟ ده برضو بسبب المايكرويف مفيش مطعم المطاعم البرندات الجامدة جدا الشيك بيخش يوم رزعلك حلة رز محترمة وركنها على جنب اي حد جاي بقى خش يتساقل الاكل في المايكرويف والناس تاكل يبقى تصحى ما تخش المطعم مهمة جدا تقوله انا مش عايز اكل المايكرويف لما انا بقى اصحل دوت وانت تصحل ده وده يصحل ده غصبا عن عين اي حد بيعامل في طعام اوفى حاجها بيستخدم مش هيستخدمها بقى بس يبقى انت عندك المعلومة يبقى انت عندك المعلومة مناش مكسب من حاجة انا مش بقول لك سيب المايكرويف وهاتي الحاجة ايه؟ احنا مش بزنس الناس على باب الله معنا معلومة بنقولها لك طيب ده بالنسبة لايه؟ للمايكرويف طيب انت قلت موضوع حلقتك التكنولوجيا او التلوث التكنولوجي هو يعني ايه كلمة التكنولوجيا ديت؟ التكنولوجيا دي اي جهاز كهرابي بالذات التكنولوجيا الكهربية اي جهاز كهرابي متطور ده بنسميحنا التكنولوجيا لان جهاز عمال يتطور فالتطور بتاعه بيحتاج مثلا كعربة يعني ببقى عنا صح فالكعربة بيبقى ناتج منها موجات كهروماء ناطسية طيب احنا عايزين نقول ايه بقى فيه عائلة باسمه هينزي اورستد سنة 1819 الراجل بيعمل تجربته في المعمل بتاعه فسلك كده عادي وحدة ابرة مرمية تحت كده ده لا اراضي يعني مش واقع باله يعني فمشي طيار كهرابي ويعمل تجربته لا الابرة التحت رحت منحرفة كده قالك ايه اللي خلى الابرة تنحرف طب غيرت تجاهت الطيار الكهرابي خلاه يمشي الناحادي لا الابرة انحرفت تتحرف تاني قالك وايه اللي حصل ده فاتضح له ايه بقى ان اي طيار كهرابي بيمشي في سلك اي طيار كهرابي يمشي في سلك بيتولت حواليه مجال مغنتيسي اي كهرابة مشية في سلك كهرابة بتمشي كده في سلك بيبقى حواليها المجال مغنتيسي المسيبة السودا بقى لو المجال المغنتيسي هات تجاهه ودا بتجاه يعن ده تجاه الطيار الكهربية وداية تجاه المغنتيسي لو الاتنين دولت عمدو بيخرج حاجة ثالتة بقى كده منهم الليه يموجاتك tyckerه مغنتيسية يعني مثلا تبقى عاملة كده بس نوضع حاجة تخرج بقى ليه الحاجة البضة دي دي موجات كهروماغناطسية ايه بقى موجات الكهروماغناطسية اللي سيادتك بتتكلم بقى في التليفون اللي انتو بننقل الصورة دلوقتي ليكوا بيها كل حاجة في حياتنا بقى الوقتي متحملة على موجات الكهروماغناطسية لان خصائصها جميلة جدا بقى عندها اختراق فزيع وتختارك الأجسام وبتمشي فواسة بقى مادة هوا غير هوا بتمشي فيه بالموجات الكهروماغناطسية طيب نشوف فيديو بس كده يوضح لنا يعني ايه موجات كهروماغناطسية والنساء زباق كنترول يقردان فيديو الموجات الكهروماغناطسية فضل لكنترول هذه الموجات تلكنا من كل نحو وصوب تماما كالهواء والطيف الكهروماغناطسي يشتمل على أنواع عديدة من الإشعاعات الكهروماغناطسية نذكر منها الموجات الراديوية والأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والأشعة اكس وجامع وينقسم الطيف الكهروماغناطسي إلى ترددات وإشعاعات مؤينة كأشعة اكس وجامع بالإضافة إلى الإشعاعات غير المؤينة وهذه الأخيرة تتراوح بين الأشعة المنخفضة الترددات إلى تلك التي تتمتع بترددات أعلى كالضوء الذي نراه بالعين المجردة ومن بين الترددات المنخفضة نذكر الموجات الناتجة عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية وخطوط السكك الحديدية والتجهيزات الكهربائية المنزلية أما الشاشات والسخانات العاملة بالتحريض الكهروماغناطسي فتولد ترددات أعلى إلى ذلك تدخل ترددات الراديو FM و AM في خانة الترددات الراديوية تماما كأنظمة الواي فاي وأفران المايكروويف وأجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة الأشعة تحت الحمراء بدورها تنتج بشكل أساسي عن أجهزة التحكم عن بعد والمدافئ ولا ننسى الأشعة ما فوق البنفسجية التي تتربع على رأس طيف الإشعاعات غير المؤينة فهي تنبعث من المصابيح الشمسية ومصابيح لالوجين وتختلف آثار الإشعاعات على جسم الإنسان باختلاف نوعها ومدة تعرض الشخص لها فكلما عدوا الموجات الكهرومغناطسية من ضرائب عصرنا الحالي طيب أنا لمست لك كده يعني إيه موجات كهرومغناطسية الموضوع ده مهم جدا مهم جدا ده فيه ناس للأسف جايبها عند البرج اللي يقطع أقربها الضغط العالي يعني فيه حد أنت تتخيل خلينا مثلا بالمعلومة اللي تسعر به فيه حد يروح عندي سك حديد شريط القطر ويروح بني بيت الناس يقولك إيه ده متخلف لأن انت عارف أن القطر هيجي يزيله يبقى أنت عندك معلومة طيب الناس بقى ما عنداش معلومة فبتيجوا قدام اللي هو الضغط العالي بتاع الكهرباء وتروح تبني لك بيت طيب هل ده لو عنده معلومة بالموجات الكهرومغناطسية هو هيعمل كده استحالة ما عندوش معلومة نحن بنقولك المعلومة هو بقى يبقى أنت تعرفه غيرك يعرفه يقولي ده لأن انت بتتكلم كان زمان كده من تلاتين اربعين سنة لما واحد مثلا يجيله ورم البلد كلها راح تزوره ده جال ورم يعني حاجة غريبة دلوقتي بقى كل كل عمارة فيها بدين تلاتة عندهم أورام ومحدش عارف محدش عارف لا حد عارف بس فيه ناس بتكسب من ده فيه ناس بتاكلوا بتشرب وعمل بيزنس من ده هديجي تقول لك بقى معلومة دي نحن ما عندناش بيزنس نحن في قناة اسمها قناة الصحة والجمعات يعني هي أساس الصحة بنيديك معلومة ده مناش مقابل ما قلناش بلاش ده وروح يستخدم حاجة احنا بننتجها ما حصلتش بقى طيب العلم ده بقى حد دخل فيه وبدأ يعالج فيه والأسف هو راجل مصري ومش واخد حقه والناس مش عارفة بيجيلوا بقى ناس من اليابان وناس من أمريكا وناس من ألمانيا جاية تستفيد بالعلم ده الراجل ده اسمه ايه ده أستاذ دكتور إبراهيم قرهيم الراجل ده دخل قال لك ايه احواحنا الكهربا مش نقدر نستغنى عنها ككمية ككمية كهربا ما ينفعش لين الموبايل محتاج كمية معانا مش هادر اقول لك لا قللها مش هشتغل الموبايل الغسالة محتاج كمية معانا لا قللها مش هشتغل الفرن مثلا الكهربا مش هشتغل مش هقوله المايكرويف ده أنا عاوز ملاش ده اتلاجة بقى الغسالة وتقيم كان حاجة بالكهربا مش هادر اقول لك ايه قال لله مش هتشتغل طب الراجل ده دخل اللاعب بقى في ايه في النوعية بتاعت الكهربا هو أستاذ علم البايو جومتري او الهندسة الحيوية او هندسة الاشكال الحيوية بيقدر يعمل حاجات يخلي الموجة الكهروماغناطسية جسمك اكنه مش شايفها مغمض عن ايه جسمك ما يهتزش معها ما يقامش حاجة اسمها ظاهرة الرونية هنبديك شوية علمي مش لو حد سرح بيك يبقى معاك علم وبتكلم بالبلد بتاعنا بكلم اهلي بمعنى صح يعني طيب هي الموجة بقى كهروماغناطسية في منها افقي بتمشي كده افقي وفي منها رأسي السواد كله والمرض كله لما الموجة تكون رأسية الموجة لو رأسية سرطنات واورام وبلوي سودا يبقى احنا بقى انت قاعد في بص قاعد في مستنقع اسمه كهروماغناطيسي تلوث تكنولوجي مش نعصى بقى كل حاجة هات كمان المايكرويف كمان مالوش حل انا اقولك اي جهاز بيطلع موجات كهروماغناطسية بالعلم البايوجيومتري بتاع الدكتور ابريم كريم ليه حل وفي حاجات بلد هيقولك برضو ليه حل الا الجهاز المؤذي ده هو اكسم بالله ما لقيله حل والله من الكلام ده عامله من 6 سنين بحث لحد الوقت والله لو ليه حل كنت قلت لكم وعملوا ايه عشان تتلاشوا الازى بتاعه انما ده كله ضرر طيب احنا مشكلتنا الموجات الكهروماغناطسية الرأسية عايزين نتلاشاها لو نقدرنا نتلاشاها يبقى احنا كده تمام طيب الراجل ده بقى عامل ايه جاب حط بقى الاشكال الدكتور ابريم كريم ده حط شكل هندسي جنب ايه اللي هو عش الغراب زرعة كده ده بتاية العلم يعني القافة اللي بتاكل عش الغراب بدأ ما تروح لتاكل رح تسابق ورح تمشي طيب عش الغراب بقى اللي مفووش الشكل الهندس ده التاكل فبدأ يقولك ان الشكل الهندسي ده حاجة كويسة استخدام الشكل الهندسي بقى يقدر ينفع مناعة الانسان ومجاد دول بقى معاها تكنولوجيا ديت رح تقيت لك قال لا ده انا ممكن نعب في مناعة الانسان وادمره اه اركن السلاح البال الحرب ده على جنب وخش بقى بالعلم اللي ايه البايو جومتري هات اشكال الهندسية ضمر لي ام مناعة بتاعت الناس شك بقى يعني يعني شك ما عنديش دليل كافي ممكن يكون كورونا استخدم في حاجة كده ما عنديش دليل بس يعني من خلال شوية العلم دول ممكن يكون استخدمت اشكال هندسية تقدر تقصف حاجة زي لان هو بيدمر المناعة ده ممكن يخلي الجسم يحارب نفسه بنفسه ده خيل يعني الجسم ينتقم من نفسه جاه بالاشكال الهندسية او البايو جومتري بتاع الدكتور ابراهيم كوراين طيب ده كلام جميل جدا احنا بناخد بنتناول الموضوع واحدة واحدة طيب منظمة الصحة العالمية كتايل حاجة كنت عاوز اقولها لكم يا رب بس ما تكون عدت مني طيب ناخدها واحدة واحدة المجالات الماغنطسية اللي مفروض الانسان يتعرض لها بتبع حوالي اتنين من عشرة مايكرو تيسلا دي واحدة ماغنطسية طيب المكنسة الكهربائية اللي الستات بتعمل بيها هو اقول لك السيدة ليه بيجي لها سرطان سادي ده بحث معمول بس نخد واحدة واحدة طيب المكنسة الكهربائية تشغل من اثنين لعشرين مايكرو تيسلا طيب الخلطات من ستة لعشرة مايكرو تيسلا طيب الغسلات بقى الاوتوماتيك وفوق الاوتوماتيك وايه يلا بقى ادينا تكنولوجيا معنا فلوس يعمل حاج نروع على نفسين وما احناش عارفين هو بيعمل ايه من ثلاثة لستة مايكرو تيسلا بس عشان تبقى انت عارفها طيب دكتور اسمه ما ايه جون جوسمان الراجل قال لك اسمعنا السيدات اللي جيلها سرطان وسرطان سادي عاوز يعرف طيب الراجل ايه ما جيله السرطان ده جننه فراح عامل ايه جاب 182 الف سيدة على مستوى العالم كله 182 الف سيدة وبدأ يفحص الناس دي جالها سرطان ايه من الناس اللي عندها سرطانات بصوا طلع بقى ايه 75% من السيدات دول من 182 الف يعني 136 الف ونص سيدة جالهم سرطان طيب بسبب ايه بسبب الموجات الكهرومغناطسية طيب اشمعنا السيدة لانه قاعدة في المستنقع اللي هو المطبخ المطبخ بقى معاك تلاجة ومعاك غسالة وغسالة اطباق ومعاك بقى خلاط ومعاك بقى فرن كهرابي مش هقوله مش هقوله بلاش منه كل ده بقى انت قاعد في مستنقع وقريب ليه فكل ده عامل يجمع فيها بيشحن جسمها هي ما بتفرغش بقى اول باول ما عندهاش علم تلاقي السرطان ضارب في السيدات والاخص السرطان السادية كمان دي برضو بحث طيب واحنا عندنا كهربا يعني الجسم مننا العادي ده فيه كهربا ولا ما فقوش كهربا وانت بتقول لليه لان عندنا أنا جسبي المخ بيدير الجسم وقعدها الجسم بتواصل معاهم ازاي يعني المخ بتواصل ازاي مع الايد يقول لها او جبودي او بفتحي ازاي عن طريق ايه عن طريق الكهربا لشارطة كهربية يبقى لازم الانسان جواه كهربا او عنده كهربا طيب احنا بقى نسازل الكنترول ده وقت بيدهمنا وكان عاوز Hadley ايه اهم حاجة هأسازنك بقى كنترول عاوزين صورة الكهرباء الخارجة من جسم الانسان عاوزين فيديو صورة الكهرباء الخارجة من جسم الانسان ده وقت بيصوروا الكهربا اللي طالعوا من الجسم تصوير خاص بسموه carroylian photography شوفوا الكهرباء اللي طالع من الصباح شوفوا اللي طالع من الصباح كهربا ازاي تصوير خاص اسمه كريليان فوتوغرافي شوف الكهرباء اللي طالع من طيب احنا كده شفنا الكهرباء اللي هي خارجة منك يبقى الانسان فيه كهرباء انا بقى مهدك لحاجة طيب الحاجة التانية بقى لعزك برضو تعملها طيب هل جسم الانسان بيولد كهرباء شوف برضو الفيديو التاني ده بتاع جسم الانسان يولد كهرباء ساز الكنترول نجيبنا للفيديو بتاع جسم الانسان يولد كهرباء دي حركة العضلة زي ما حكينا يطلع منها كهرباء الكهرباء اللي طلع من حركة العضلة دي مشغلين بها اللعبة شف اللعبة دي اللعبة دي بيتحرق اللعبة دي بتتحرك بالكهرباء اللي طلع منه الشخص اللي واعف قدامك كل أعضاء الجسمي يطلع منها كهرباء Solar طيب يبقى احنا الجسمي فيه كهربا والقلب الوحده كهربط الوحده دي حاجة احنا شفناها من العظيم الدكتور مجد يعقوب في مركز قلبه في اسوان عرفتها انا بنفسي يعني دخل مركز الابحاث بتاعه يعني ان القلب كهربطه منفصلة هو بيجيبها الوحده طيب انت ليه بتقولنا ان احنا فينا كهربا ليه عاوز تقول ايه وانت لو جبت جهاز بكهربطه بسيطة رحت جاي حطه على كهربة عالية الجهاز بيعمل ايه بيتحرق طاك يقوم محروق ويفصل جهاز ويبوز الجهاز كذلك الانسان الانسان لو قربت من مجالات كهرومغناطسية عالية وتبقى عليها اجهاد يبقى انت في حاجتين هيحسقولك اللي هيئزيك في وقتي او يجمع 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 معاك ويئزيك فمرة بقى تلاقي سرطان تلاقي مرض او الخلية بتايه سنها بيكبر بتشيخ بتبقى كبيرة بتبقى كبيرة تمام طيب يبقى الكهربة اللي هي موجودة في جسمنا عارف الحجر الصغير ده الاف المرات الكهربة اللي هي موجودة في جسمنا الحجر اللي هو الصغير الاف المرات من الكهربة اللي هي موجودة في جسمنا برضو ده بتقولي الكلام ده ليه بقدر الامكان ابعد عن اي مصدر كهربة وهنيجي برضو حلول نقولها بمرة يعني بلاش بتحط السرير بتاعك وجنبك هنا فيش الكهربة وجنبك هنا فيش الكهربة وديفتير بلاش ما تحطش نفسك في مستنقع انا بحاول الوقت بيدهمنا لو لقيت حاجة اقولها وهجيلكم برضو الحلول ايه الا المايكرويب مالوش حل مالوش حل طيب واحنا كنا عاوزين نطلع نشر حاجة عالصبورة لو معنا وقت ولا الادان هي ها نطلع فاصل يعني طيب نطلع فاصل ونيجي لحضراتكم نكمل موضوعنا الجميل التلوسة التكنولوجيا رجعنا لكم تاني وارجعوا ان انتم ما تتضايقوش من انفعالي انا انفعالي عشان كنتوا والله انا معلومة عندي وعندي غيري وعن دكتور مجد نزيه وعندي ناس كتير بيصعب علي حد ما عندوش معلومة دي يروح يقزي نفسه ليس اكثر يعني عشان قبل كده الناس عليك تبتم فعل عنها للايه طيب في جهاز بدي ازبالك عربط الايه الانسان ده في ناس عارفة الكلام دوت والجهاز ده موجود في امريكا وفي اوروبا وفي استراليا وموجود في الكويت الجهاز اسمه ايه بيوري زينانس فكرة الجهاز ده ايه بيجيب الانسان ويعادوا على الجهاز ده جهاز بمعنى صح بيشوف كهربط الانسان بياخد كهربطك وترددات كهربط اعضائك وانت سليم وبعيني خزنها انا اسمي ايه شريف الزايد ييجيب كل جزء فيا وكل عضو فيا كهربطه قد ايه وتردده قد ايه طب خلاص انا تخزنت الداتة بتاعتك كده بجا ناتعب بقى بروح لقنا لحتة مثلا دي تعباني او القولون او رجلي ايا كان بقى يقوم يقيس الترددات بتاع الجزء التعبان ده فيشوف بقى لو تردداته عالية او تردداته قليلة يبتدي يديله الكهربة المناسبة او يتعامل معاه كهربيا بحيث يرجعه للتردد الصحيح ويخفه ده موجود بس للأسف باهز السمن يعني صعب تدوله يعني ده موجود طيب انا عاوز اطلع بقى عالصبورة كده وقوريكو بس حاجة احنا بننتج ازاي كهربا عشان نقول حاجات نلحق الحاجات الجميلة ديت يعني مع بعض بقى كده عالصبورة وقوريكو ازاي احنا بننتج كهربا طيب احنا اي اكل بناكله بيمر على الخلايا الخلايا بيبقى فيه حاجة فيها اسمها باور ستيشن حاجة كده صغيرة جوه الخلية حجمها قد ايه يعني كبيرة او لا صغيرة لا دي حجمها واحد على الف ملي متر مكعب دي اللي بتنتج كهربا طيب كهربا بتنتج منين انا باكل الاكل بيبقى المادة بتاعتي اللي بيتم موجودة في الاكل اسمها ادوسين ترايفوسفيت بتحاول الى ادينوسين ضايفوسفيت ده تفاعل بقى اكسادة واختزال ماشي ده كلام علمي انا عارف ممكن النصة تصعبه شوية بس سمعاني ببعنا سند علمي لو حد يكلمك عشان هاجل المكروف برضو اينا برضو ادوسين ترايفوسفيت بتحاول الى ادوسين ضايفوسفيت التفاعل ده اسمه تفاعل اكسادة واختزال بيحصل حاجة اسمها الكترو كيميكان يعني بينتج كهربا من الكيميا التفاعله الكيمياء ده الكهربا اللي بتنتج دي بياخدها الجسم يدير حاله بقى ينزب بقى المخ العملية كلها الادوسين بقى تراي وادوسين ضايدول لو الاكل تسخن بيبوز لك الانزيمات اللي موجودة دي لو تسخن في المكروف ده بيبوز فالكهربا بتبقى متحنجة بقى كتير قليلة مش مزبوطة الزبطة بتطاعتها يعني ده لو فيه مكرويف بيسخن اكل نرجع بقى عشان نحاول نلحق نجيب الحاجات ديت مع بعض كده يا جماعة طيب نقولنا الجهاز طيب النساز الكنترول اللي عرضنا بقى فيديو جهاز قياس قياس قمية الاشعاع عاوزين نعرض فيديو قياس كمية الاشعاع ماشا كنترول جهاز بقيس كمية الاشعاعات هذا الجهاز شايفينه بقيس كمية الاشعاعات الموجودة هذا الغرفة ما فيها شي زين نجي عند متعب نشوف الأجهزة اللي عنده كم تصدر اشعاعات هذا جهاز بحدود 1100 1200 تقريبا كمية الاشعاع الاتصادرة منه الان اليدة يدة البلايستيشن بحدود 1300 تقريبا 1300 تعتقراءة الشاشة الشاشة اللي يشتغل عليا تقريبا هذا معدل بحدود 1300 الدرقسون حق الجي 27 بحدود ايضا 1300 طيب نشوف كلمة نبعد عشوية المسافة شوف كيف تنخفض كمية الاشعاعات عفوا تنخفض كمية الاشعاعات زين الى هنا هذا متعب شوف كمية الاشعاعات اللي تاصل لذلك كل ما يقرب مسافة كل ما تزيد المسافة كل ما تزيد كمية الاشعاعات الصادرة من الأجهزة الإلكترونية اللي شوف كل ده انت بتشحن جسمك طيب هل فيه تفريغ للكلام ده؟ يعني انا الشحن ده كله اللي علي هل ممكن افرهه؟ ممكن ومعنى علم والستاذ العلم مصري حاجة جميلة هنقدر نعمل ده سديك بس مثل التفريغ البنزينة لو مش عاملة خط أرضي اي كهربا زايدة تنفجر البنزينة اي مصلح في الدنيا لازم يكون عامل خط أرضي يعني لو تشحن بكهربا لازم حاجة تفرغ طيب احنا احنا كبني قدمين الموجات دي كلها اللي عملت تعمى هنا هيدينج وضغط علينا هل احنا ممكن نفرغ؟ جاي لك هنفرغ ازاي دلوقتي يعني ليه حل بعلم وبالبلدي الا المايكرويف مالوش حل طيب نسازة كنترو بقى نجي في فيديو من نظامة الصحة العالمية عشان الناس بتلبس الإيربود وبتكلم في التليفون دي بس تبعى عرف المقلومة دي اللي بصار بقى عشرين ساعة سازة كنترول فيديو منظمة الصحة العالمية يعتقد العلماء أنها قد تنجم عن سماعات الأذن وغيرها من التقنيات اللاسلكية فالأشعة الناجمة عنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض خطيرة أخرى بحسب بما أعلنت منظمة الصحة العالمية فإن الحقول الكهرومغناطسية الموجودة في كل مكان والتي تستفيد منها التقنيات الحديثة كالهواتف المحمولة وشبكات الواي فاي والهوائيات التلفزيونية وشاشات الأطفال تشكل خطرا كبيرا على الصحة كما أن اتجاه وضع السماعات في قناة الأذن يعرض الأنسجة في الرأس لمستوى عالي نسبيا من إشعاع الموجات تات التردد العالي كما تشمل التأثيرات السلبية لهذه السماعات زيادة خطر الإصابة بالسرطان والإجهاد الخلوي والضرر الوراثي والتغيرات في الجهاز التناسلي إضافة إلى العجز في التعلم وإلى اضطرابات عصبية أخرى التحذيرات التي أطلقها العلماء بشأن إدارة الحقول الكهرومغناطسية غير المحمية دفعتهم للمطالبة بإنشاء لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة لبحث كيفية حماية الناس من مخاطر هذه الإشعاعات طيب شوفنا إحنا بقى منظمة الصحة عاملة إيه والإيربود اللي أنت لابسه على طول حتى لو هتلبسه مش على طول بقى مش 24 ساعة خلبي لك ودها محمي الكهرباء وانت حطه برضو حطه وين في وطنك على طول يبقى إيه برضو استغماته يبقى أنت عرف ولو استخدمته كتير طب ممكن الشحن الليالي أو الكهرب ومغناطيس اللي أثر في جسمي ممكن نفرغه هاجيلها هو بس عاوز أقول بس حاجة يعني للأسف إحنا في قناة الصحة والجمال بنوجه لأي حد بيصنع أجهزة كهربائية بعد إذنك في تقرير معمول من سنة 2006 للدكتورة منالة الغامري ده 12 ستة 2006 قالت موضوع جميل جدا قالت خطر في بيوتنا وجابت مين بقى جابت الدكتور حمدي رشدي القاضي رئيس هيئة الطاقة الزرية الأسبق ده في الوقت اللي عملتوا ده طبعا ولا حياتها لمن انتم نادي احنا بقى يعني بنقوله هو بقى وبنوجه طيب أو إيه اللي حصل أو قاله إيه قالك للأسف جميع الشركات أو المصانع اللي بتصنع الأجهزة الكهربائية بتصنعها ما بتحطش في ليبل كده استخداماتها إيه أو نتعامل معها إزاي أو الفترة الزمنية ده اللي قال ده رئيس الهيئة الطاقة الزرية الدكتور حمدي رشدي القاضي طيب هو قال للمفروض للأسف هو قال للمفروض يكون في إيه قالك يعني يكون مفروض فيها مستوى التعرض للموجات الكهربائي مغرطسية يعني التعرض ده قد إيه لازم يكتب في الجهاز زي كتالوج بالزبط إيه تاني الجرعة المسموحة قد إيه لو أنا وقفت طيب أنا هاعد بقى إيه فترة زمنية ساعة هستوعب أكتر لا إبقى ما قدش ساعة طب إيه تاني بقى الفواصل الزمنية أروح واجي ولا أفضل واقف شوية طب إيه تاني بقى الفترات العمرية تبدأ من الجنين في بطن أمه المفروض ده يبقى مكتوب بنوجه بقى نداء من قناة الصحة والجمال قال أمه اتمر صحة الإنسان بتقول لأي حد بيصنع الجهاز كهربي حط ده علميا حط عشان أقدرنا كراجل بيستخدم الجهاز أقدر أتعامل معاه بقى ما فضلش قاعد ده فيه ستات أمهاتنا يعني وأخواتنا بيجوا في البيت ويقعدوا على الطابلية وفي المطبخ وقعد ناكل ونشرب جنب الأجهازة الكهربية ما يعرفش هو العلم ده انت قوله انت راجل مسؤود لوقتي وبتكسب منه قوله بقى ما تسيبش العملية كده طعيم إيه بقى طرق الحماية حاجتين طرق الحماية أستاذنا وعرصنا الدكتور إبراهيم كريم عمل علم اسمه بايو جومتري ده علم وليه أجهزة وأشكال هندسية تقدر تعالج بقى نفسك طب ايه طرق البلد اللي احنا نقدر نعملها اللي مش محتاجة مجوت أقولك أول حاجة الناس بتستحمى بالليفة دي الليفة دي بلاستيك أفكرك بحاجة لما كنت تجيب ألم وانت في ابتداء وحنقال صغارة تقض تحك الألم في راسك وتجيب حتة ورقة فالألم يجذبها يبقى الألم تشحن كهرباء الكون ده كله كهرباء جلدك عليه كهرباء لما تجي انت بقى عمل تدعى الجسمك بدين انت بتشحن جسمك مش بتفرغ في جسمك دي بلاش دي المرة المليون نيجي لدي البلة دي اللي الناس بتاurun ايه اللي ايه دا دا مش درقاء مش كيوت مش كيوت ايه ده دي мهمة جدا انت مخلوق من طيم وهي طلعة من طيم دي تفرغ لك الشحنات اللي في جسمك دي تفرغ لك الشحنات اللي في جسمك ولو تقدر تستحمل الليف اللي هو بتاع النخيل ده اللي انت كنت قاعد فيها في البلايستيشن ومع الموبايل ومع اللابتوب كل دا انت فراغب دي حاجات بسيطة شوف بصة انا بقول لك حلول دي الا المايكرويف اكسم بالله ما لقيله حل تعال بقى الحاجة البالة دي بقى التانية شايف دي ده حجر معي يا عم عزب الحجر ده كان ست وستة كتير تقعد تكحت كده كعبها عارف التكحيد ده يفرق شحنات التكحيد بتاع الحجر البالة ده يفرق انا ليه بقولك ده طالع اجهزة بقى دلوقتي بالكهربا يلا نعمل الكحة يلا يلا نقضي كحة ده تم هو ده موجود هو ده طبيعي بيتشحن وتغسله بمياه خلاص بقى ناقي وجميل وزي الحجر ده نيجي بال ايه لاخواتي وامهاتي اللي بيستخدموا دي طرحة بوليستر طرحة دي بوليستر دي حطيها اه ماشي انا عارف مش هستغنوا عنها بص بقولك حلول الا المايكرويف مش لقيله حلول المهم بقى لما دي تحطها ما بقاش الشعر ان دي هتعمل تقاصف للشعر ولا الشعر يبقى جاف ولا في الجو الحر حطيها يكون في زيت يعني الشعر في زيت اه هنا بقى عملنا زي طبقة عازلة شعية ما بقاش فيه الطرقعة ما بتشيليها انت من شعر كده بيبقى فيه طرقعة على الشعر الطرقعة دي شحنات كهربائية بتقصر تعمل تقاصف للشعر يبقى احنا حاملنا برضو نفسنا بيها وفرغنا برضو بيها نيجي بقى للملابس الداخلية الاندر ويل الملابس الداخلية بتاعتك اوطني مية في المية بقدر الامكان طيب نيجي بقى لايه للفرشة الفرشة دي بلاستيك حاول بقدر الامكان بتبقاش دي استخدم سواك خشب انت عرف السواك لو عادت تعمل بس كده بيفرغ شرحنات من جسمك انت على طول عليك موجات خارمات في كل حتة ان التكنولوجيا بقت في كل حتة دلوقتي الموبايل بتاعت البطارية كاب 3000 ميلي امبير لا يعمل حاجة ضعيفة عازين بطارية عالية 5000 ميلي امبير عازين اعلى تاني سابعة ما كل ده عمال هي اعلى وموجات عمالة اعلى وانت ما بتفرقش طيب اخر حاجة بس هقولها المشت ميبقاش مشت بلاستيك او فرشة بلاستيك يبقى فرشة يعني خشب يبقى افضل واحسن لنا عشان ما حصلش التقاصف للشعر وحاجة اخيرا اسف اكنترول اي فيش عندك في البيت اعقدها بس العقدة دي كده بس كده العقدة اللي انت هتعقدها دي كده خل خيلة الموجات اللي ممكن تطلع الكهروق ما هم تصير نرجو نكون في الناكم واسف اذا كنا نطورنا عالجامعة في الكنترول ويا رب نشوفكم على خير ودايما في صحة وسعادة بالحاجات الجميلة دي وابعد على المايكرويف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة